مبادرة السيد رئيس الجمهورية شرعية التغييرات غير الدستورية إن الجزائر تعتبر نفسها الحافظ المعنوي والحافظ السياسي والحافظ الأخلاقي لمبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية للسلطة في إفريقيا كون هذا المبدأ قننا ورسخ على أرضها الطيبة في القمة الإفريقية لسنة 1999 واعتبارا لذلك فإن الجزائر ستبادر خرال القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي بتقديم مقترحات من شأنها تعزيز هذا المبدأ وآليات تجسيده وتكريسه على أرض الواقع لوضع حد نهائي لعهد الإنقلابات الذي طالما رهن استقرار العديد من البلدان وحال دون تحقيق التنمية والتطور في قاراتنا ثانيا تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر عبر معاودة العمل السياسي في إطار دولة الحق والقانون ثالثا الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة لزارانجمان بوليتيك دسورتي دكريس إن هدف هذا المسار هو سياغ الترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء لأي جهة مهما كانت على أن لا تتجاوز مدة هذه الترتيبات الستة أشهر مثل ما سابق ذكره وتكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية وافقية تحظى بقابول كل أطياف الطبق السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد رابعا الضمانات ستعتمد المقاربة السياسية المقترحة من طرف الجزائر على تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف بما يكفل ديمومة الحل السياسي وقابوله من طرف كافة الفاعلين في الأزمة وفي مسارع حلها خامسا المقاربة التشاركية فمن أجل ضبط هذه الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة ستقوم الجزائر بمباشرة اتصالات ومشاورات حثيثة مع كل الأطراف المعنية التي يمكن أن تساهم وأن تساعد في حل الأزمة سياسيا أو تدعم المساعي الرامية لذلك وستكون هذه الاتصالات في ثلاثة اتجاهات الاتجاه الأول داخليا مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة في النيجر الاتجاه الثاني جهويا مع دول الجوار ودول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وخاصة نيجيريا بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة الاتجاه الثالث دوليا مع البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة سادسا وآخيرا تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر